السلام عليكم. صباح الخير عليكم جميعا. ما فيش حد موجود في الصفحة بس انا حبيت اسيب لكم الاوديو ده يا ربي يبقى مفيد ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن دور الهاندلر واعلقته بالحجم. الهاندلر اللي مسك الكلب وداخل به سواء كان صاحبه او المدرب بتاعه. الدور ده مهم جدا وممكن بايده يخلي الكلب ياخد مركز او انه ممكن يستبع المواصفات بتبقى هي شيء مهم طبعا للحكم بس برضو السلوك مهم اوي وده حاجة برضو بتبقى لها علاقة بالهاندلر. يعني انت ممكن تخلي تمشي ماشي غلط غلط الكلب يعمل تاني غلط بناء عليه يظهر قدام الحكم بمظهر مش مظبوط. فالدور ده مهم ونركز فيه شوية من فضلكم. اول حاجة هنتكلم عنها انك انت لما تخش يريد عينك على كلبك والكلاب اللي داخله معاك الرنج والحكم. كلبك. الكلب تنشن شوية. الكلب ممكن يكون زيادة عن اللزوم. مش مركز معاك فانت تبتدي تنبيهه كده يعني لازم تبقى عينك على الكلب. ممكن كمان ان كلبك يكون متضايق من كلب معين حطه في دماغه فعايز يشتبك معاه. تبتدي تبقى تماما عن الكلب اللي كلبك مركز معاه خلال خلال معلش انت عمال يفصل خلال الرنج هيبقى هو مش مركز معاك. تمام? فتبعد عنه. الكلاب التانية برضو عشان تشوف مين الكلب اللي مركز مع كلبك قوي بيحاول يقرب عليه بيحاول يضايقه فبرضو يتبعد عنه يتطلب من الهندلر اللي معاك كلب ده ان هو يبعد شوية او يطلع قدام او انت ترجع وراه هكزا. عينك على الحاكم. الحاكم بيبقى راجل واقف شوف اه بيكلم كام هندلر راح قال الهندلر افتح الكلب والرنس نانو هات يمين هات شمال هكزا. اللي بعده هكزا. مع التكرار ده اكيد الحاكم برضو بيممكن يمل شوية. فانت تشوف ايه الحاكم عايز يبص على ايه وتساعده يعني انت تشوف هو كان بيبص على ايه في المتسابقين اللي قدامك بيبص على السنين من قدام والكلب بقى في البقه ومن جنب كده عشان يشوف تطبق الفك العلوي مع السفلي يبقى انت تجهز له الكلب وهكزا. يعني دي حاجة مهمة او ان عينك على الحاكم عايز يشوف ايه عشان تظهره له في الكلب. تمام? اه المسافات التانية حاجة هنتكلم عنها المسافات ما بيني وما بين المتسابقين التانيين. اه دي بتاع من مشكلة كبيرة قوي. ليه? احنا دلوقتي اه مسلا خمسة دخلين يا الرنج. ماشيين ورا بعض. اه ممكن ساعات تلاقي وانت ماشي لو انت اللي قدام. اللي وراك جاي بيجري عليك. الهندلر ناحيتك الكلب تأهب. فهو رايح برضو وبيهجم على كلبك. فكلبك سمع صوته او ابتدى يحس بيه. هيبتدى يبص الورا. فكده الهندلر اللي عمل السلوك ده ازى الهندلر اللي قدامه بكلب. من فضلكم نزبط خطواتنا على بعض. يعني انا ماشي التاني. والهندلر اللي قدامي بطأ شوية. ابطأ انا كمان. يعني مش اطر مش هفضل بجري لحد اما انخبطه وقبط كلبه. لقيته هدى بهدي. لقيته سرع شوية بسرع. وبرضو هكذا. اللي في اخر اه اخر متسابق. اه بيبقى يعني بيمشي بالراحة اوي اوي لحد اما ممكن اول هندلر اللي هو يعتبر لف لفة كاملة قرب منه. فياريت نزبط خطواتنا مع بعض. لقينا الاول اول متسابق بيمشي بخطوات سريعة نزبط نفسينا عليه زي المسافات اللي واحدة. اول عربية بطأت الباقي بيبطأ برضو. تمام? اه. الحكم مسلا. مع اللي هناك وانت مش عارف هتروح وتقف ولا هتروح وتلف اسأله. قل له اروح ولا اروح ولا اروح ولا اروح مش مشكلة ايه فهم هو عايز منك ايه عشان تقدر تظهره له بشكل كويس. اه رابع حاجة اه موضوع اللف. لو مسلا قال لك روح هو هيبقى واقف وراجه هيقول لك روح لحد القمع اللي هناك ولفه وتعالى. تمام? انت هتروح لحد القمع اللي هناك وانت بتلف. بشوف كتير قوي زي ما بنقول على في السواقه بيلفوا عالدايق. فالكلب يقوم خبط القمع. يا اما الكلب يخبط في الهندلر. يا اما الكلب رجليه تخش في بعضها من الكعبل. شوية وانت بتلف من عند القمع. خد دايرة كده عشان الكلب يفضل جسمه مفروض وتفضل خطوته وحدة. ويلف بانسيابية وبهدوء ويرجع تاني. تمام? انت بيفصل كتير. آآ يكون في خنقة للكلب. مش طوق او معلش. دي هتساعدك في تصحيح. آآ مرتاح ان الكلب آآ ممسوك بخنقة فهتقدر تسيطر عليه. آآ لما تلاقي كلبك آآ رايح يمين بيبعد عنك رايح شمال هكذا. وجهه على طول. يعني لو انت بتلف شمال ولقيت الكلب رايح يمين بايدك كده شده. ما تبقاش خانق. ما تبقاش آآ حاجة بقى هنيجي دلوقتي لعلاقتك بالحكم. الحكم ما يعرفكش. ولو يعرفك مش هيحبك اهم من نفسه ومن اسمه ومن سمعته. الحكم هو غاوي زي وزيك. نفسه يدي احسن مركز لا احسن كلب فعلا. ويتبهب ده ويبقى مصوط ان الكلب ده كان هو اللي يستحق وهو المركز الاول او التاني هكذا. فبلاش سوء النية. وان احنا نحس ان الحكم ده جاي من بيتهم عشان يسقط الكلب بتاعه او يستبعده او يديله تالت. وجاي عشان ينجح كلب فليم. بلاش نظرية المؤامرة دي في كل حاجة عشان بتبوز الدنيا خالص. الحكم ما يعرفش انت اه كنترولك عالكلب عامل ازاي والكلب بتاعك عامل ازاي. فلما تلاقي الكلب بتاعك متجه على الحكم تصحح له على طول تبعيده عنه. تمام? الحكم لما ييجي يخش عليك يقولك الكلب بشارس او مش عارف ايه. اه ولا تخوفه بقى وتقوله اه ده قاتل وخلي بالك ومش عارف كلام الغريب ده ولا انك تقوله لا 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 ده ما بيعملش حاجة خالص وهو يكون فعلا شارس. اه نبهه بس كده من غير ما توتره. الحكم بيبقى بتعامل مع كلاب كتير فاصلا هو بيقول ربنا يسطر يعني واليوم يعدي على خير. لو كلبك ممكن يكون شارس وممكن في اي لحظة يعمل اي حركة كده. خلي دايما الكلب على شمالك والحكم على يمينك. يعني لو الحكم خلي الحكم على يمينك. ما تبقاش واقف ومش مركز وعمل تبص على الناس وتبص على اللي بيصوره. وسايب كلبك عمال يروح نحية الحكم ويشد انقليش نحية الحكم فالحكم يتوتر ويقلق. اه خليك كده بشوش ولو الحكم لقدر الله شاف ان كلبك غير مناسب او يستبعد بهدوء جدا نشكره ونتمنى يعني حظ سعيد لبقية المتسابقين واطلع من رينج. اه مش نهاية الدنيا ولا ممكن اخش مع حكم تاني ويطلع هو حسيد جدا. الحكام بيبقى ليهم اه وجهة نظر معينة اه بلاش هتجدل واتكلم معاه اثناء الرنج اه لان انت كده هتحرج الحكم وممكن لو دخله شوي في فئة عمرية تانية بكلب تاني اه يعني يعني الحكم هيبقى لو انت عملت مشكلة كبيرة انت ممكن تشتده. دخله بكلب لازم يستبعد. فممكن هو يقول طبعا انا لو استبعدت دلوقتي الكلب ده هيقول ان انا مستقصده. طيب ولو ودته مركز يعني انت هتشتته وهتخلي الحسابات مش فير خلص. كلبك استبعد. اشكره. اتمنى حظ السعيد لبقية المتسابقين. سلام عليكم. ونغادر الرنج. دي كانت اه حبة حاجات كنت عايز اتكلم مع عن دور الهندلر وعلاقته بالحكم. ان شاء الله برضو في من هنا اليوم المسابقة في اوديوهات تانية كتير. اه هحضرها لكم فيها شوية معلومات علشان عايزين الشو اللي جاي. وخاصة فقرة الارمانت تظهر بمظهر مشرف جدا جدا. ونقلل الاخطاء على قد ما نقدر. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. والب شكرا. سلام عليكم. شكرا.